يعمل النظام السوري على تحييد محافظة درعا بشكل نهائي عن الصراع الدائري في البلاد بعد أن ظلت درعا لفترة طويلة بمثابة الخاصرة الرخوة للنظام فلم تمضي أيام على تطبيق الاتفاق الذي رعته روسيا في أحياء درع البلد حتى بدأت قوات النظام الدخول تباعا إلى بلدات وقرى خارج سيطرتها بشكل فعلي في المحافظة قوات النظام دخلت الاثنين إلى بلدة اليادودة في ريف درع الغربي برفقة دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وأعضاء من اللجنة المركزية التي تمثل أهالي محافظة درعا وفتحت هذه القوات على الفور مركزا لتسوية أوضاع الشبان المطلوبين والمنشقين عنها في البلدة تطبيقا لاتفاق توصلت إليه الأحد مع وجهاء من البلدة نص على دخول قوة عسكرية إلى بلدة اليادودة وتفتيش المنازل فيها بمرافقة دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية وإجراء تسويات لعشرات الشبان المطلوبين والمنشقين عن النظام فيها كما حدث قبل أيام قليلة في الاتفاق الذي جرى في منطقة درع البلد بضغط روسي ومن الواضح أن الجانب الروسي وبتوافق إقليمي يريد تحييد جنوب السوري برمته عن مجرى الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011 التي بقيت محافظة درعا في قلبه حتى منتصف عام 2018 وفي ذلك الحين اضطرت فصائل المعارضات تحت التهديد الروسي بالاجتثاث العسكري إلى إبرام اتفاقيات تسوية يبدو أنه كان الهدف منها تهدئة الجبهات وصولا إلى هذه الأيام خصوصا في موضوع تسليم السلاح وتخلي مجموعات محلية بشكل كامل عن مواجهة النظام عسكريا علما أن النظام مهد للتوترات منذ تسوية 2018 عبر زرع الفوضى الأمنية وانتشار عمليات الاغتيال التي طالت موالين للنظام ومعارضيه ودلت الوقاع على أن النظام دفع بهذا الاتجاه في ظل عدم إفراجه عن معتقلين لديه على مدى سنوات الثورة وعدم توفير الخدمات الأساسية لمن بقي في محافظة درعا تحديدا ترجمة نانسي قنقر